درس بعنوان دينامية السكان وتوزيعهم قبل أن نبدأ الدرس لابد من أن نعرف على ماذا سوف يتحدث هذا الدرس إذن أقدم لدرسي يعيش على كوكب الأرض اليوم أزيد من 6 ملايين نسمة ويتزايدون بمعدل 80 مليون نسمة سنويا فبماذا تتميز دينامية السكان حاليا وكيف يتوزعون في المجال ثم ما هي العوامل المتحكمة في ذلك أي في هذا الدرس سوف نتطرق إلى حسب أزيد من 6 ملايين نسمة ومعدل 80 مليون نسمة سنويا أي تزايد الإنات والذكور أو تزايد السكان وتوزيعهم إذن قبل أن نمر إلى توزيع السكان لابد من أن نعرف دينامية السكان أولا إذن دينامية السكان إذن دينامية السكان وتوزيعهم إذن أول شيء سوف نتطرق إلى الوثيقة رقم واحد الوثيقة رقم واحد إذن الوثيقة رقم واحد عدد الأطفال لكل مرأة في سن الإنجاب سنة 2012 إذن هذه الوثيقة لقد صدرت سنة 2012 صدرت سنة 2012 ميلاديا وليس هجريا إذن هذه الوثيقة إذن الوثيقة الأولى عبارة عن صورة أو عدد للأطفال الذين تلدهم كل مرأة في سن الإنجاب سن الإنجاب ما هو سن الإنجاب أي مثل هو العمر الذي تكون فيه المرأة قادرة على الحمل والولادة ويتراوح بين 15 و 49 أي يمكن للمرأة أن تلد من السن 15 إلى السن 49 إذن لن تلد المرأة خلالها 14 أو 13 أو 12 لا إذن سن الإنجاب يتراوح بين 15 و 49 إذن الآن نلاحظ عدد الأطفال بالنسبة لعدد الأطفال في أوروبا فهو منخفض جدا منخفض جدا 1.5% أما أمريكا الشمالية فهي كذلك أما أمريكا الشمالية قلنا لديها 2% و 2% هي متوسطة كذلك وأمريكا اللاتينية كذلك عندها 2.2% وأسيا 2.3% لنسب الولادة عند المرأة أما إفريقيا فهي مرتفعة جدا فهي مرتفعة لديها 4.5% من الولادة من معدل الولادة إذن قلنا معدل الولادة ومرتفع بلا حد إذن لديه 4.5% إذن ألف نسمة بالنسبة لـ 35 ألف نسمة للولادة إذن لدينا إفريقيا هي أكبر دولة متقدمة بالنسبة لعدد الولادة عند مرأة والأوروبا منخفضة جدا إذن أوروبا قلنا بأنها نسبة أصغر معدل للولادة في أوروبا وهي 1.5% أما بنسبة لنسبة أكبر معدل للولادة فهي متوفرة في دولة إفريقيا لأنها تتميز بـ 4.5% من نسبة معدل الولادة عند المرأة نمر إلى الوثيقة الثانية فهي نسبة الولادات ثم في نفس الوقت نسبة الوفيات في القارات الخامسة من 2012 إذن نفس القارات التي رأيناها وبعد القارات الأخرى إذن فنلاحظ قبل أن نمر إلى الآخرين نلاحظ أن إفريقيا التي كانت تتميز بأكبر معدل للولادة صارت تتميز بنسبة أقل معدل للولادة أقل ليس أقل بل متوسطة إذن بالنسبة لأفريقيا فهي تتميز بـ 4.5% من نسبة الولادة أما الوفيات فهي ماذا؟ هي 1.3% في نسبة الوفيات أما كوكب الأرض فهو 2% من نسبة الولادات أما بالنسبة للوفيات فهي 5.1% من نسبة الوفيات أما بالنسبة لأمريكيا الشمالية فنسبة الوفيات هي 5% أما نسبة الولادات فهي 1.5% أمريكا الجنوبية نسبة الوفيات 5.5% نسبة الولادات 1.9% آسيا 1.8% من نسبة الولادات ونسبة الوفيات 5.3% أوروبا 1% فقط فقط 1% من نسبة الولادات وكذلك 5.9% من نسبة الوفيات أستراليا نقول 2% كذلك لأنها قريبة من 2% وبالنسبة للوفيات فهي 5% نصف نصف وليس خمسة نصف 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 في المئة إذن أستراليا نلاحظ أنها لديها نسبة متوسطة من نسبة الوفيات إذن هذا هو الجزء الأول من الدرس وهي دينامية السكان أما في الجزء الثاني فسوف نتعرف عن الهجرة وأنواعها في العالم ونتعرف على هرم الأعمار وتمزيع الساكن النشيطة على القطاعات الاقتصادية في العالم مثل فرنسا بولونا الصين المغرب موريطانيا إثيوبيا أستراليا وغيرها لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في الفيديو إذا أعجبكم وشير ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تعمل فائدة وإلا تنسونا من خالص دعائكم وأدعو لكم بالتوفيق الدائم إلى اللقاء في فيديو جديد